انتهت قبل قليل مباراة منتخب السودان ومنتخب النيجيري في تصفية كاس أمم إفريقيا 2015 التي ستقام في المغرب بفوزة ثامين لمتخب السودان بنتجة هدف مقابل لا شيء هدف جاء عن طريق اللاعب أبو بكر إيسا في الدقيقة الـ 51 المباراة قيمت على أرضية مالعبة جوبا وسط أجواء حماسية من الجماهير السودانية التي ساندت منتخبها بكل قوة منذ صافرة البداية أظهر منتخب السودان رابط الكبير في تحقيق الفوز واستطاع فرض سيطرته على مجرهية المباراة حيث بلغت نسبة الاستهواد على الكرة حوالي 58% هذه النسبة تعكس التفوق الطاكتيكي والتنظيم للفريق السوداني على أرضية الملعبة حيث نجح في إغلاق المساحات أمام هجمات منتخب النيجر وبناء الهجمات بشكل منظم من خلف إلى الأمام الهدف الواحد في المباراة والذي سجل أبو بكر إيسا جاء بعد جهد جماعي وتبذل سيريس للكرة بين لعب المنتخب السوداني استغل أبو بكر التغرى في الدفاع النيجر لينطلق بسرعة ويضع الكرة في الشباكة محققا بذلك هدف الفوز الذي ضمن للسودان ثلاث نقاط غارية سيطرة المنتخبة السودان لم تكن مجرى الأرقام على الورق بل تجلت في قدرته على التحكم في نسق المباراة وخلق فرص خطيرة على مرمى النيجر ورغم محاولة المنتخبة النيجر لم للعودة في المباراة أفوا إلى أن الدفاع السودان كان في الموعد حيث تمكن من صد جميع المحاولات هجومية وإبعاد الخطر عن مرمها هذا الفوز ذهو أهمية خاصة للسودان ليس فقط لأنه يضع المنتخبة في صدرات المجموعات بل لأنه يأتي في وقت تعاني فيه البلاد من تحدية كبيرة بسبب الحرب في ظل هذه الظروف الصعبة يشكل انتصار المنتخبة السوداني بريقة أمل للشعب السوداني ويعكس روح التحدي والإصرار عن تحقيق النجاح ورغم كل العوائق إنجاز المنتخبة السوداني في هذه المباراة هو تأكيد على أن الرياضة قادرة لتوحيد الشعوب وإعطائها الأمل في أوقات الأزمات كما أن تصدر المنتخب لمجموعة في هذه التصفية يشير إلى أنه يمتلك الإمكانيات لدها بعيدا في هذه الفطولة وتحقيق نتائج مشرفة